موسيقى صنفت مجلة تايم الأمريكية مسار اللؤلؤ في المحرق ضمن لائحة عام 2024 لأفضل مئة موقع في العالم للزيارة والاستكشاف مسار اللؤلؤ يعتبر من المشاريع السياحية والثقافية والتراثية المميزة التي تجمع الأصالة والحداثة بشكل فريد يرضي فضول الزوار بمختلف أعمارهم مسار يشهد على تاريخ اللؤلؤ الذي يعتبر من أهم المكونات التراثية البحرينية والرافدة الاقتصادية التاريخية للمملكة مسار اللؤلؤ أدرج في عام 2012 كثاني موقع مسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي في مملكة البحرين وتميز في عام 2024 كواحد من أفضل مئة موقع في العالم للزيارة والاستكشاف بتصنيف من قبل مجلة تايم الأمريكية التي أكدت خلال مقالها تميز هذا المسار الذي يربط عبر متاهات غنية بالمعلومات الشاطئة ومساكن الغواصين وصولا إلى المواقع التاريخية التي شهدت التحول الاقتصادي مسار اللؤلؤ يأتي كموقع استثنائي يترجم الهوية البحرينية الثقافية ويستعرض الذكرة التاريخية والتجربة العريقة التي تجمع أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية عبر أكثر من 15 موقعا يفتح الأبواب على مصر عيها نحو اطلاع تاريخي مميز يلهم النفوس ويشبع بتفاصيله الأعين هذا التصنيف لم يكن التقدير الأول فقد نال المسار التقدير العالمي مسبقا ولا يزال التقدير والأصداء الإيجابية مستمرة من قبل زواره من مختلف دول العالم